السلام عليكم اخر مسمار في نعش ترامب هذه الولاية ستحسم الصمع خلال ساعات وبايدن يطير نحو البيت الابيض لم تكن مشاركا في القلب في الشارك واذا كنت من المشاركين لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو يرى عدد كبير من المحللين والمتابعين للشأن الامريكي انه مع النجاح المراشح الرئاسي جون بايدن في الحصول على 264 من اصوات الناخبين الكبار تتجه العيون الى ولاية نيفاذا المحسوبة على المعسكر الديمقراطي والتي يرجح ان تعلن النتائج النهائية اليوم الخميس وتتوفر الولاية على ست اصوات للناخبين الكبار وفي حال فاز بايدن سيتحتم السباق الساخن نحو البيت الابيض وتم فرز 86% من الاصوات في هذه الولاية الواقعة الغربي البلاد والتي اختارت الديمقراطية هلالي كريندون في 2016 ويتصدر بايدن النتائج فيها بحصوله على 49.6% 3.5% من الاصوات حتى الان مقابل 48.7% لترامب وكانت السلطات المحلية قد صرحت صباح الاربعاء انها لن تعلن نتائج جديدة قبل الخميس وفي حال فاز بايدن باصوات نيفاذا فلن يكون به حاجة الى انتظار نتيجة تصويت باقي الولايات والى حدوث منتصف نهار الخميس تبقى الولاية الحاسمة هي جورجيا 16 صوتا لكبار الناخبين تصوت في الغالب للجمهوريين وبنسلفانيا 20 صوتا وكالورونيا الشمالية 15 صوت وامس قال بايدن انه حصل على ما يدفع من الاصوات للفوز بالرئاسة واضف امام مجمع من انصاره بان الولايات المتحدة حققت الكثير ولن تقبل باستكان او انتصار هو انتصار للديمقراطية الامريكية واضف من الواضح اننا نفوز في ولايات بما يكفي لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي في الاخير كنتم من المهتمين بعد النواية من الاخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد وشكرا اشتركوا في القناة